في الوقت نفسه فلعبوا الكاميرون بعد ما حدث بالأمس من سقوط 9 من المشجعين أو 8 من المشجعين إلى جانب إصابات وصلت لأكثر من 30 إصابة بعضهم خطير حوالي 8 بحسب التقارير لعبوا الكاميرون النهاردة أصدروا بياناً بيطالبوا في الجمهور بالالتزام وبيعزوا في أسر الضحايا وبيتمنون الشفاء للمصابين قاله يقدم منتخب الكاميرون خالص التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع في ملعب أولمبي أثناء مواجهة جزر القمر كل دعواتنا القلبية للقتل الذين ذهبت أرواحهم إثرى هذا الحادث وأمنياتنا بالتعافي السريع للجرحة نطالب الجماهير بضرورة الالتزام بأعلى درجات الانضباط وتحمل المسئولية داخل الملعب وخارجه أثناء البطولة مطلبنا الدائم هو الحفاظ على الأمن والسلامة ومشاركة اللحظات السعيدة في كل الملعب بالمناسبة يعني هو الكلام لا خطأ به لكن في ظروف زي ظروف إن فيه ناس ماتت ما بيكونش التركيز ممكن ما تلومش السلطات باعتبارك كابتن منتخب والأمر مش سهل لكن ما تلومش المشجعين في الظروف اللي زي دي هو المشجع ممكن يلام وممكن يتنصح طول الوقت لكن ظروف وفيات بيبقى الأفضل في الظروف دي مراعاة الأمر إنسانيا يعني لكن طبعا هو في النهاية الكاف نفسه في البيان اللي قاله النهاردة والمؤتمر الصحفي اللي عقده متسيبي قال إن الجمهور بعضهم حاول الدخول بدون التذاكر وقال إنه بيعبر عن خالص تعزيل أسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم جراء التدافع قال كنا مركزين على جائحة كورونا لن نسمح بأي أحداث تهدل حياة الجماهير وقعت قال دعوت الاجتماع مع اللجنة المنظمة لوضع ضوابط كاف يحتاج إلى تقرير يشرح ما حدث والظروف التي أدت إلى وفاة مشجعين طلعت من اللجنة المنظمة نقل مباراة الأحد من ملعب أوليمبي إلى ملعب أحمد أهيجيو طبعا دي مباراتنا إحنا إن شاء الله المحتملة إذا تأهلنا مع منتخب المغرب قال ستكون هناك دقيقة صمت على أرواح الضحايا قبل انطلاق المباريات اليوم المطشين اللي تلعبوا يعني قال هناك مشجعون أرادوا دخول المباراة ولا يملكون التذاكر البوابة كانت لابد أن تكون مفتوحة لكنها أغلقت ولا يوجد سبب معروف لذلك لكنا تفادينا الحادث إذا تم ذلك أول خطوة عند دخول الملعب هو إظهار التذكرة ونتيجة فص فحص الكورونا هذه هي الإجراءات الطبيعية من أغلق هذه البوابات ومن وجه التعليمات لفعل ذلك قال هنلاقي أشخاص يظهرون تقارير مزورة الأمل يتعلق بمستوى المختبرات هنا قال إن الكشف عن بيروس كورونا تم إسناده إلى مؤسسة مستقلة هي من الأفضل في العالم بالمناسبة دي معلومة حقيقية بالمناسبة يعني إن اسم الشركة عالمها وشركة عالمية قال اللعبون بيجرون الفحص عند وصولهم هنا بعض اللعبين الكبار كانت نتيجاتهم إيجابية قبل الوصول للكاميرون وبعد قدميهم زادت الإصابات غدا سنعنى المباراة اللي تتغير موعدها أو ملعبها لكن لن تلعب المباراة المقبلة في ملعب أوليمبي ده في الوقت اللي ناس كتير انتقدت الكاميرون واعتبرت أن هناك تلعبا بخصوص العينات واللي حصل في جزر القمر إيه ترد على ده وقال إنه مستحيل أنا أرفض ولا أقبل أن أكون ظالما أو أمر من خلال الغش قال إن حكومة الكاميرون أصلا مش هي التي تتحكم في بحوصات الكورونا وقال إنه يعني الموضوع خضع بشكل كامل لسيطرة الكاف